انا دلوقتي نادي اعتبار نادي استثماري انا مش نادي جامهيري طبعا 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 يعني انا عايز ايه انا مصاريف اللي بصرفها دي عايز اكسب فلوس عشان اعرف اصرف على الفيرة اصرف على قطاعات الناشئين وخلافه اللي يمنع بقى انه في لحظة من اللحظات انك تبيع لعب لو ما اجب لكش خمسة بقى لو جب لك عشرين ما لسه اقول لك اللي انا قلتها النقطة الاولانية وهي ايه بديله حلو ما انا ممكن ابيع اكسب دلوقتي مئة مليون مثلا مثلا حلو بس اجي في الاخر انا نفسه يبقى نفسه على الهبوط وسعيتها حتى لو طلعت لعيبة كويسة هلت تحت ما لهمش لازمة في ايه القصة هم تبقى لازم القرار ممكن يبقى قرار صح جدا بس توقيته خاطئ فلازم القرار مع التوقيت طيب اسألك السؤال انت عندك اتنين لعيبة تحديدا وفيه عدد لعيبة كتير الكلام عليهم بس اكتر اتنين عليهم دوش احمد ابين اوفا ومحمد حمدي كمان الاتنين دول مش اقول لك عروض مصرية لو جالهم عروض اوروبية مثلا عروض احتراف هنطلعهم 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 باركام كبيرة ولا باركام معقولة لا معقولة جدا معقولة جدا جدا كمان يعني يعني لان هو دي من ضمن الاهداف المجلس الادارة سؤال ايم الشرية تحديدا انه عايزين نبص الاحتراف الخارجي لان انا مجرد مفتح الباب ده انا الفلوس هتجيلي كتير انا يعني مش كازا انا بس عايز افتح الباب ده اخلي الناس تبص على انبي حلو الكلام ده بس هقولك بصراحة اتفضل هدامل حتى بنعترض هنا في كرة القدم المصرية لعيبة الصغير اللي زي عنا بنقفهم محمد حمدي يجي لهم عروض يقولك ايه احنا عايزين اربعة خمسة مليون دولار لا لا قال فتتخضي تقول ايه لان دي في اوروبا كمانا مش هيجيبوا مش هيجوا عند الدول المصري ويدفعوا الاركام دي ممكن يدفعوها من الدول الفرنسي مسلا صحيح لكن اللي خليه يدفع هنا ويقولك لسه هجربه واشوف هيعيش الأجواء او لا لا عشان كده والله يا كريم بكلام جد الاحتراف لو جيه احتراف لقوفا لمحمد حمدي لأحمد الناس اللي احنا بنفكر حواش طبعا من العيبة كمانا اه لا مش هنغالي خالص انا اللي بقولك انت ممكن هيبقى ليك بس ايه زي ما بيقوله بسنس شوية اللي هو في الرسيل انا ممكن طبعا هايل اقول اخد اخد مثلا خمسة في المية نسبة عدد بيع عشرة في المية اهو يعني في الرسيل ده انت ممكن تتكلم فيه وتعود اللي انت بس يكون الولد ثبت نفسه والدنيا مش انما عشان كده بقولك لا احنا مش هنغالي خالص في خروج اي حد خارج ممتاز ده ترجط طبعا هسألك سؤال تاني بطريقة تانية فضل مثلا احمد امين اوف جاله عرض خارجي بمليون دولار مثلا بقول مثلا والعرض دوت عجبك فلو في نادي في مصر مثلا اهلي او زمالك جمع اقول لك والله احنا ندفع لك احنا مليون دولار وانت موافع عن مليون دولار دوت هيجيله عرض مثلا في بيجيك مثلا اهو زمالك قالك هلدفع نفس الرقم توفي او لا لا اه طبعا اه طبعا ما انا لسه بقولك انا ليه هدف اه ان انا بفتح احتراف خارجي انا مش عايز انا اسف اعمل كوبري اه لا انا عايز افتح الباب اللي هو الاحتراف الخارجي لان احنا عندنا لعيبة اللي بيعملوا كنت سامعك دلوقت طبعا طول الوقت واحنا بنتكلم على محمد صلاح طبعا يا جماعة نموذج مشرف جدا 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 ليه ما ليه ما نحاولش نعمل ده خل بالك اسم المقولين العرب بيتقال في كل العالم طول الوقت طول لما بيتحط السبيب بتاع محمد صلاح لها في العالم كل يعني انت عايز اكتر من كده فانت مش اقول بقى لو هنتكلم فاني محمد صلاح من اللعيبة اللي هم زي لعيبة كتير في مصر بس عشان دماغه مرتب دماغه صح وفعلا اشتغل الموضوع صح ربنا كرمه فانت عندك نمازج كواليتي ثني يوصل للمحمد صلاح بس بشارط ان انت تساعده كنادي وهو يساعد نفسه يعني احنا عنده لمكانات دي فعشان كده مش هينفع اقولك ايه هيجيلي احتراف من بره مليون دولار طب لو الاهلي او زملك الديني طب اقول لأ لأ انا قلتلك احنا ممكن نوافق على مبلغ قليل في الاحتراف الخارجي عشان نفتح الباب احتراف طيب في ناس تفكر على فكرة هيبقى من ضمن الشروط من ضمن الشروط في الاحتراف الخارجي في حاجات معانة كده في 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 نسبة المشاركة اه يعني خلي بقى هيبقى من ضمن كأنه باعتبره فلوسة لو شارك في عشرة مباريات هاخد رقب لا 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 ده انا عايز اقول له بدل ما هاخد مثلا منك مليون دولار مساء انا بدي مثال هاخد 750 بس نسبة المشاركته ما تقلش عن 25% انا عايز اعرض لعب بتاعي انا عايز يروح فعلا يلعب اه فهمتك خلي بال انا بس عايز اقول لك الانستراتيجية بتاعتنا مختلفة شوية هاي استاذ ايمن يعني بص احنا بنوعد نتكلم كتير في الموضوع ده مع مجلس الادارة فهي قصة مش ان انا عشان تلعب وفياخد لا انا عايز اعلله نسبة مشاركته عشان انا متأكد ان هو ممكن يوصل لحتة رقم تاني يعمل للرسيل اللي انا هقوله عشان النادي ده نفسه او نادي غيره يرجع لي تاني كامبي ام بداعن دو لعب وفيس